السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة احنا في يوم 21 رمضان ايوة رمضان جري جري لانه هو في الحقيقة موجود عشان يعلمنا حاجة مهمة اوي يعلمنا شوية دروس كتيرة عن اتكلم عنها عد علينا تلت الرحمة وتكلمنا عن المعاملة مع الله وفضلنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وانه هي اول خطوة للاتزان والبقاء في حضرة الملك سبحانه وتعالى في حضرة الكريم في حضرة العفو ثم بعد ذلك جيت تلت الثاني وهو سرس المغفرة وتكلمنا فيه عن التدريب على الاتزان خلال الاحسان للناس وحسن المعاملة معهم بجميل الاخلاق فدخلنا في جنة الاولى جنة الحياة الاولى اللي هي قبل جنة الاخرة والنهاردة بنبدأ سرس العتق من النار وان شاء الله نتكلم عن تسكين الاحسان في النفس ازاي نوطن الاحسان في نفسنا وازاي الاحسان يبقى جزء من تعرفنا وجزء من هويتنا فنوصل بالاحسان ده الى ان احنا نولد من جديد بان نعتقى من نار النفس الامارة بالسوق وده اول عتق من النيران ممكن نفكر فيه او نعيشه مع مولانا سبحانه وتعالى وانحنا بنتعامل مع انفسنا والعتق من نار النفس ده وتيبقى ماشي معانا طولة الثلث اللي احنا بنتكلم فيه في العتق من النيران بس كمان بنتكلم النهاردة عن سلام لابد منه بس قبل ما نتكلم عن السلام اللي احنا هنتكلم عنه لابد نتكلم عن معنى حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا عاد كيوم ولدته ام انا عارف ان الرواية المشهورة والصحيحة غفر له ما تقدم من ذنبي لكن كمان فيه رواية عاد كيوم ولدته ام وهذه الرواية علاقتها مهمة جدا جدا باسترداد الفطرة وان استرداد الفطرة ده هو اللي بيه الانسان بيعود كيوم ولدته ام وهذا الحديث بيفهمه الناس ان ما بقاش عندهم معاصي وده نعم معنى من المعاني بس مش هو ده المعنى الصحيح الوحيد فاهم شيء في عادة كيوم ولدته امه انك عدت على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها وده اللي بيخلينا مش قادر توصل لده انك مش متأقن ان ربنا ممكن يخليك تسترد فطرتك هي على فكرة الفطرة موجودة بس حصل عليها طمس من رعيب النفس الامارة بالسوق وكأنك مستكتر على ربنا حاشاه سبحانه وتعالى وبتقول معقول كل ما سوي نفسي تروح وارجع تاني على الفطرة معقولة ده ايه الاستبعاد اللي انت فيه ده مع ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جل وعلا يقول انا عند ظن عبدي بيه ان ظن خيرا فله ظنك السيء بالله يخليك تفضل على الحال السيء بعد الشر عليك وعلينا ان احنا نبقى كده بس خليك معنا عشان نحسن ظننا بالله عشان حسن الظن عبادة اذا اول حاجة في معنى عادك يوم ولدته امه مش محو الزنوب ولكن اول حاجة العلاقة بالمحبوب سبحانه وتعالى فاذا ظهر المحبوب لم تبقى طاعة ولا زنوب فلا يوجد شيء لمن الملك اليوم ولمن الملك في كل يوم لله لذلك عادك يوم ولدته امه يحصل لو تحققت بمعنى من صام رمضان ايمانا واحتسابا فتسم يعني ايه ايمانا واحتسابا انا بحب يعني من صام رمضان ايمانا واحتسابا صام كأنه يرى الله ان تعبد الله كأنك تراه فيصوم كأنه يرى الله ازاي يعني بتصوم وانت ترى الله يطعمني ويسقين هل الطفل شوف لما نرجع نشوف احكاية الفطرة هل الطفل يقدر يكل بنفسه ابدا لازم حد يأكل الطفل لانه ما يقدرش يأكل نفسه عشان كده يطعمني ويسقين فده اللي احنا لازم نفهمه انك انت ترى الله يطعمك ويسقيك كالطفل فالطفل بيحتاج لأمه لانه بيحتاج لها عشان يأكل ويشرب لانه لا يستطيع ان يأكل ويشرب احنا على فكرة كده نحتاج الى مولانا لاننا لا نستطيع ان نأكل ولا يشرب فالطفل بيحتاج لأمه لانه مولود جديد وعشان تكون مولود جديد لازم تعرف حاجة مهمة ان التنوير يعني ايه التنوير ان قلبك يستنير وتشتعل انوار البصيرة في قلبك فتبدأ ترى ببصيرتك التنوير لا يكون الا في اسقاط التدبير فلما نشوف الطفولة نعرف ان احنا ابتدينا مع الله سبحانه وتعالى وابتديت البراءة توصلنا للميلاد الجديد لانها لان البراءة انت فيها بتتبرأ من حولك وقوتك فتعود بريء من الحول والقوة فلو اردت ان انت تسترد فلطرتك عليك بلا حول ولا قوة الا بالله كل المقدمة دي كانت مهمة او او عشان نتكلم عن اول سلام في السلس السلس سلس العطق من نار النفس وده اول سلام بنبتدي بيه واول سلام بنبني بيه النفس التي تعتق من نار بنبني فيه زواتنا اللي بتبرأ من نار النفس الامارة بالسوق اللي هو سلام ايه سلام التكريم ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه مخلوق مكرم وخلق فيه واودع فيه ايضا مخلوق مكرم ووالروح فقال تعالى وانا فخت فيه من روحي عشان نعرف ان اول سفة ربنا خلقنا بيها هي التكريم ولقد كرمنا بني آدم فنعرف انه عطية واهبة من الله سبحانه وتعالى مش ممكن اي شيء يسلبها مننا الا والتكريم ده عنفضل بيه طول حياتنا فاول مكونات الانسان واول صفة فيه انه مخلوق مكرم ايه بقى صور التكريم اللي ممكن نعيشها عشان نعرف هل سلام التكريم ده منتشر في كل حياتنا هل سلام التكريم ده مهم اوه في حياتنا ده ان احنا نبتدي به واحنا منتعامل مع النفس اللي احنا عايزين نوصل الى انها تعتق من النار تعتق من كل الوان عذاب الحياة الاولى عشان تفضل مع مولاها ولكن تفضل مع مولاها وهي قد من عليها بالتكريم